بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم طلاب الثاني ثاني والعلمي الرائعين المتميزين دوما بإذن الله ما من ننسى مادتنا بدها متابعة مادتنا بدها اجتهاد أول بأول بإذن الله طبعا اليوم موضوعنا كثير سهل كثير 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 مهم خصوصا للوحدة الثانية فبدنا ندير بالنا ونركز نفهم كل شيء بمعقولية نفهم مية بالمية عساس تكون أمورنا بإذن الله دائما وأبدا يا أستاذي ممتازة الآن أنا بصراحة بحب اليوم في هذا الموضوع وهو موضوع الاشتقاق الضمني معلومات قليلة مفيدة أكثر من معلومات كثيرة لكن كلها عالفاضي فخلينا نتابع مع بعض ونشوف كيف الشغل بده يكون يلا يا شباب يلا يا شباب بسم الله الرحمن الرحيم الآن قبل ما أبدأ بالاشتقاق الضمني بحب هنا أوضح بعض الأمور بسم الله الرحمن الرحيم السؤال الأول دائما هذا الموضوع أنا بحب أبدأه يا أستاذي في سؤالين السؤال الأول السؤال الأول بحكي لي متى السؤال الأول بحكي لي متى تكون أو متى يكون واي موضوعا للقانون إذن أنا بالبداية بحب الطالب يعرف متى يكون المتغير واي موضوعا للقانون الآن يكون المتغير واي موضوعا للقانون إذا حقق شرطين أول إشي يكون واي أول شغلة يكون يا أستاذي في طرف لوحده أول شغلة يكون في طرف لوحده الشغلة الثانية لازم يكون معامله معامل الواي معامله يساوي واحد والشغلة الثالثة لازم يكون أس يعني تكون قوته أيضا تساوي واحد إذن متى يكون واي موضوعا للقانون إذا كان بهذا الشكل واي تساوي وهنا عندي مجموعة متغيرات أو مجاهل في هذه الحالة أنا بحكي واي موضوعا للقانون طب أستاذي لو كان واي تربيع هل هي موضوع للقانون لا يا أستاذي مش موضوع للقانون طب ليش ما أخذ جذر ويصير موضوع للقانون بحكي لك إنسى الموضوع هذا تماما أنا بهمني تميز هل واي موضوع للقانون نعم واي موضوع للقانون هل واي موضوع للقانون لا واي ليست موضوعا للقانون لأنه عليها تربيع طب لو حكالي اثنين واي تساوي هل واي موضوعا للقانون لا يا أستاذي واي ليست موضوعا للقانون طب ليش يا أستاذي لأن الواي لازم يكون معاملها واحد وقوتها واحد وتكون في طرف لحالها طيب أستاذي لو حكالي X تربية تساوي 2XY زائد 5 هل Y موضوعا للقانون ليست موضوعا للقانون لأن Y ليست في طرف لوحدها طب أستاذي عادي أخلي Y موضوعا للقانون الجواب إنساني وشط بعنواني دير بالك تعمل Y موضوعا للقانون افهم الآن متى تكون Y موضوعا للقانون ثلاث شروق إذا كان Y في طرف لوحده إذا كان Y معامله واحد شفاف وإذا كان Y قوته أيضا واحد شفاف هيك بتكون Y موضوعا للقانون طيب السؤال الثاني السؤال الثاني واضع السؤال بحكي لي متى نشتق يا أستاذي ضمنيا متى نشتق يا أستاذي ضمنيا خلينا نشوف متى نشتق ضمنيا الجواب رح يكون نشتق ضمنيا إذا لم تكن Y موضوعا للقانون إذا لم تكن Y موضوعا للقانون هيك الحمد لله رب العالمين مشت أمورنا مية بالمية إذن أنا بدي من الطالب لحد اللحظة هاي هدف واحد وهو متى أنا بشتق ضمني إذا شفت Y موضوع القانون هذا اشتقاق عادي طيب إذا شفت Y ليست موضوعا للقانون فهذا اشتقاق ضمني طيب أستاذي شو يعني اشتقاق ضمني كمان شوي رح نفهم لكن الآن خلينا نميز شو يعني موضوع للقانون شو يعني مش موضوع للقانون شو يعني اشتقاق عادي شو يعني اشتقاق ضمني تابع الجميع بسم الله الرحمن الرحيم الآن لو وضع السؤال حكالي المثال الأول Y تساوي على سبيل المثال ساين X المثال الثاني لو حكالي Y تربيع يا أستاذي تساوي ساين X المثال الثالث لو حكالي 2Y تربيع تساوي 2X مثلا مضروبة في قساين X لو حكالي Y تساوي 3X تربيع زائد 2X لو حكالي وضع السؤال Y تكعيب تساوي 3X زائد مثلا تان الزاوية X على سبيل المثال لو حكالي Y تساوي 3X زائد Y تربيع ناقص 5X الآن لاحظ عندنا مثال 2,3,4,5,6 مين فيهم يا أستاذي اشتقاق عادي مين فيهم اشتقاق ضمني باجي على المثال الأول بلاحظ أن Y موضوعا للقانون أستاذ شو عرفك أنها موضوعا للقانون أول شغلة في طرف لحالها الشغلة الثانية معاملها واحد والشغلة الثالثة أسها واحد إذن هنا شو نوع الاشتقاق يا أستاذي اشتقاق عادي زي ما تعلمنا كويس هل Y يا أستاذي موضوع للقانون ليست موضوعا للقانون لأنه عليها تربيع طب في هاي الحالة شو بيكون نوع الاشتقاق ضمني طب أستاذ شو يعني اشتقاق ضمني طول بالك شوي هل Y موضوعا للقانون لا يا أستاذي Y ليست موضوعا للقانون طب ليش ليست موضوعا للقانون ما انت شايف يا ابن الناس فيه هنا اثنين وفيه هنا قوة لا تكون Y موضوعا للقانون إذا كان العدد اللي معاها واحد وكانت أيضا قوتها واحد إذن هل Y موضوعا للقانون لا إذن نوع الاشتقاق ضمني طب نشوف هاي Y والله موضوعا للقانون لأنه معاملها واحد قوتها واحد هانا بيكون نوع الاشتقاق اشتقاق عادي Y تكعيب موضوع للقانون أستاذي لا مش موضوع للقانون إذن بيكون نوع الاشتقاق اشتقاق ضمني هاذ المسألة خبيثة نوعا ما لكن مش علينا Y موضوعا للقانون نعم Y موضوعا للقانون إذن شنوع الاشتقاق عادي لا لأنه لاحظ في عندي هان Y تربية إذن هل هذا اشتقاق عادي لا يا أستاذي هذا نوعه اشتقاق ضمني إذن أستاذي لحد اللحظة هاي الأستاذ إياد شو حكى لنا حكى لنا شغلتين أول شغلة إذا كانت Y موضوع للقانون فإن الاشتقاق عادي إذا كانت Y ليست موضوعا للقانون فإن نوع الاشتقاق اشتقاق ضمني شوف معلومات جدا بسيطة معلومات جدا مريحة بتريحك يا أستاذي طوال هاي السنة أو طوال هاي الفترة إذن أستاذي بالبداية أول شغلة أنا وياك تعلمنا إمتى أنا بشتق عادي إمتى بشتق ضمني الآن خليني أنا وياك نشوف مع بعض يا أستاذي المبدأ العام لالاشتقاق الضمني نشوف أنا وياك المبدأ العام لالاشتقاق الضمني نشوف مع بعض بإذن الله تابع الجميع الآن بدنا نشوف مع بعض المبدأ العام يا أستاذي لإيش للاشتقاق الضمني شو يعني المبدأ العام لالاشتقاق الضمني شو يعني اشتقاق ضمني يلا خلينا نركز واضع السؤال بحكيلي نشتق نشتق اشتقاق عادي إه هذا الضمني طلع اشتقاق عادي نعم نشتق اشتقاق عادي ولكن هاي هنا بدأ الشغل ولكن كلما نشتق ولكن كلما نشتق واي نضع دي الواي على دي للإكس وهي هي نفسها يا أستاذي من سميها واي براين إذن الاشتقاق الضمني هو اشتقاق عادي لكن كلما نشتق واي شو من روح منحط دي الواي على دي أوف الإكس الآن خلينا نشوف بعض الأمور لو وضع السؤال حكالي جد المشتقة جد المشتقة الأولى لمعيلي خلينا نشوف مع بعض لو حكالي واي تربيع تساوي ثنين اكس تكعيب زائد ثلاث واي ناقص خمسة قل لي جدي المشتقة الأولى بقول له كلام سليم أول شغلة أنا لاحظت إنه واي ليست موضوعا للقانون إذن نوع الاشتقاق عندي اشتقاق ضمني أستاذي شو يعني اشتقاق ضمني يلا نشوف أول شغلة بشتق اشتقاق عادي الواي تربيع مشتقتها ثنين واي لكن لأنه ضمني كل ما أشتق واي شو بحكي دي الواي على دي أوف الاكس إذن أنا كلما نشتق واي على طول بكتب جنبها يعني بضرب دي الواي على دي الاكس أو واي برايم تساوي ثنين اكس تكعيب اشتقاق عادي بنزل الثلاث ضرب اثنين بتعطيني ستة اكس بطرح من الاس واحد ستة اكس تربيع زائد هاي زائد ثلاث واي بشتق اشتقاق عادي الثلاث واي شو مشتقتها ثلاث وكأنها ثلاث اكس شو مشتقتها ثلاث لكن لأنه ضمني فعلى طول بحكي دي الواي على دي أوف الاكس ناقص الخمسة ثابت مشتقت الثابت صفر إذن هذا هو مبدئيا الاشتقاق الضمني كمان مثال أستاذي يلا لو حكالي ثنين اكس واي يساوي ساين للأكس ناقص مثلا كساين للواي واضع السؤال بحكيلي جدي المشتقة الأولى بلاحظ إنه واي ليست موضوعا للقانون إذن أنا وياك بدنا الآن نروح نشتق اشتق ضمني يلا نشتق ضمني أستاذي بلاحظ إنه هنا عندي حاصل ضرب اقترانين بروح بفتح أربع أقواس بينهم عملية جمع الأول كما هو مشتقة الثاني الثاني كما هو مشتقة الأول يساوي الأول كما هو زي ما تعلمنا اثنين اكس مشتقة الثاني واي واي شو مشتقتها واحد بس لأنه ضمني شو منحكي واحد واي براين أستاذ واي براين ولا دي واي عدي اكس نفس المعنى هاي الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني الثاني هو واي مش تروح تحط لي واي براين معها لا إحنا كل ما نشتق واي على طول بنزل معها واي براين الثاني كما هو في مشتقة الأول شو مشتقة الأول اثنين الآن ساين الاكس والله مشتقتها يا أستاذي كوساين نفس الزاوية بتنزل في مشتقة الزاوية واحد ناقص الكوساين سالب ساين نفس الزاوية بتنزل واي في مشتقة الزاوية طب ما هي الزاوية واي شو مشتقتها واحد لأنه ضمني شو بحكي واي براي هذا هو يا أستاذي الاشتقاق الضمني الآن تابع معي الجميع نشوف شو حكينا لحد اللحظة هاي الأستاذ إياد حكينا لحد اللحظة هاي شغلتين أول شغلة ميزنا متى منشتق عادي ومتى منشتق ضمني طب فاسرلنا يا أستاذ حاضر أنا باشتق عادي إذا شفت واي موضوع للقانون لكن إذا واي ليست موضوعا للقانون فبيكون نوع الاشتقاق اشتقاق ضمني هاي أول شغلة الشغلة الثانية شو يعني يا أستاذ اشتقاق ضمني الاشتقاق الضمني نشتق اشتقاق عادي ولكن كلما نشتق واي على طول بلحقها دي واي على دي أوفي الاكس زي ما وضحنا قبل شوي الآن خلينا نشوف العلم شو حكي لنا والكتاب شو حكي لنا قاعدة رقم 12 الاشتقاق الضمني السؤال الأول متى يكون واي موضوعا للقانون إذا كان في طرف لوحده وإذا كان معامله يساوي واحد وأسه يساوي واحد إذن هيك بتصير واي موضوعا للقانون الآن السؤال الثاني متى نشتق ضمنيا نشتق ضمنيا إذا لم تكن واي لاحظ على كلمة لم إذا لم تكن واي موضوعا للقانون فبيكون عندي نوع الاشتقاق ضمني واضع السؤال بحكي لي جد دي الواي على دي أوفي الاكس خلينا نبدأ مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ مع بعض بالمثال الأول أول شغلة بلاحظ أنه عندي بالسؤال واي تربيع بسأل حالي سؤال صغير هل واي موضوعا للقانون لا إذن أنا عندي في هذا المثال نوع الاشتقاق يا أستادي ضمني الآن شوف كيف بدي أشتق ضمني جمع وطرح كل حد لوحده الاكس تربيع مشتقتها يا أستادي ثنين اكس زائد الواي تربيع مشتقتها ثنين واي لكن لأنه ضمني لما أشتق واي شو بنزل وراها واي براين يساوي هي يساوي الستاعش مشتقتها مشتقتها صفر وبيدي أحذر من شغله مرات الطالب بفكر حاله بحل بمعادلة بنزل الستاعش لأ أنا قاعد بشتق الاكس تربيع مشتقتها ثنين اكس واي تربيع مشتقتها ثنين واي لأنه ضمني واي براين اليساوي نزلت الستاعش ثابت مشتقته صفر الآن بدي أخلي واي براين في طرف لوحدها إذن الآن شو بدك تساوي يا أستاذ بدنا نخلي واي براين يا أستاذي لوحدها يعني بدنا نجردها من كل الضيوف بدي واي براين أجردها من كل الضيوف فشو بعمل بحكي ناقص اثنين اكس ناقص اثنين اكس يعني بالعرب اثنين اكس بنقلها للطرف الثاني هاي مع هاي بتروح شو بيظل عندي بيظل عندي اثنين واي واي براين يساوي سالب اثنين اكس الآن بالقسمة على اثنين واي بالقسمة على اثنين واي ومنه فإنه هاي مع هاي بتروح هاي مع هاي بتروح فشو بتنزل هان واي براين واي براين ماذا تساوي اثنين مع اثنين بتروح إذن الناتج النهائي سالب اكس على واي هيك أنا بكون أوجدت المشتقة الأولى ووضع السؤال ما تنساه انه طالب مني دي الواي على دي اوفي الاكس إذن لاحظ أول شغلة عملناها انتبهنا انه نوع الاشتقاق ضمني فبروح بشتق اشتق عادي وكلما نشتق واي شو منحط واي براين على طول الخطوة الثانية لازم واي براين تكون لوحدها لازم أجردها من كل الضيوف كلام سليم نشوف الآن المثال الثاني بسم الله الرحمن الرحيم بلاحظ انه واي ليست موضوعا للقانون إذن على طول أنا وانت لازم نفهم وندرك انه أنا قاعد بتعامل مع مسألة ضمنية نوع الاشتقاق ضمني خلينا نشوف ساين الـ مشتقة الساين كوساين نفس الزاوية بتنزل اكس في مشتقة الزاوية واحد عيب نكتبها زائد هاي زائد الآن كوساين الواي يعني كوساين الزاوية شو مشتقة الكوساين سالب ساين نفس الزاوية بتنزل واي في مشتقتها أستاذي شو مشتقتها واي براين يعني هي نفسها دي الواي على دي أوف الـ يساوي هاي يساوي الاثنين اكس مشتقتها ثنين ناقص هي ناقص ثلاث واي مشتقتها ثلاث ولأنه نوع الاشتقاق ضمني فثلاث واي مشتقتها ثلاث ولأنه ضمني دي الواي على دي أوف الـ اكس لحد الآن الحمد لله أمورنا ممتازة الآن نلاحظ أكثر من دي الواي على دي الـ اكس موجود عندي الآن شوف شو بدي أعمل أول شغلة وكأنه يا أستاذي بحل بمعادلة بدنا نجمع الواي براي في طرف لوحدها بدنا لما يكون عندي أكثر ركز شو بحكي وانتبه وأكتب ملاحظات عنده وجود أكثر من دي الواي على دي اكس بالمسألة يجب أنه جمع دي الواي على دي اكس سالب ثلاث دي واي على دي اكس بدي أجيبها لهذا الطرف عندي هنا كوساين الواي لازم أرحلها لهذا الطرف الآن المساواة بتنزل هذا الطرف شو بالأصل عندي عندي بالأصل ساين الواي دي الواي على دي الواي هاي بدي أنقلها لهذا الطرف شو إشارتها سالب شو رح تصير موجب موجب ثلاث دي الواي على دي للأكس يساوي شو عندي هنا العدد اثنين بنزل كوساين الواي كوساين الواي شو إشارته موجب لما أنقله بصير سالب كوساين الواي إذن هيك شو عملنا جمعنا دي الواي على دي الواي في طرف لوحدها وباقي المسائل في طرف لحد الخطوة الثانية أستاذ إمتى أنا بعمل هاي الخطوات عنده وجود أكثر من دي الواي على دي الواي في نفسي السؤال الخطوة الثانية بروح الواي براين اللي هي دي واي على دي الواي لازم أسحبها عامل مشترك شو لازم أعمل فيها أسحبها عامل مشترك إذن دي الواي على دي الواي لازم أسحبها عامل مشترك هاي دي الواي على دي الأكس لما أسحبها عامل مشترك شو بظلب الأولى بظلب الأولى يا أستاذي ساين الواي زائد شو بظلب الثانية ثلاث ماذا تساوي تساوي اثنين ناقص كوساين الزاوية اللي هي اكس هل انتهى الحل يا أستاذي لا لازم أروح أقسم الطرفين على ساين الواي زائد ثلاث وهذا الطرف انقسمه على ساين الواي زائد ثلاث إذن إذا كان في عندي أكثر من دي الواي على دي الأكس في المسألة أول خطوة منجمع دي وي على دي الأكس في طرف لوحدها الخطوة الثانية نأخذها عامل مشترك أما الخطوة الثالثة بروح منقسم الطرفين منقسم الطرفين على معامل الواي برايم بقسم الطرفين على معامل الواي برايم هاي مع هاي بتروح شو بيضل عندي في هاي المنطقة بيضل عندي في هاي المنطقة دي الواي على دي الأكس طب ماذا تساوي زي ما هي بتنزل اثنين ناقص كساين الأكس على ساين الواي زائد ثلاث هيك الحمد لله رب العالمين انتهى الحل إذن لاحظ عمنا كل مثال يختلف عن المثال السابق إذن أستاذي خلينا نرد نعمل مراجعة سريعة لهاي الأمور أول شغلة أستاذي أنا أين تباشتق ضمني إذا شفت واي مش موضوع للقانون طب شو يعني اشتقاق ضمني يعني كل ما تشتق واي على الطول بتحط جمها يعني بتضربها في واي برايم هاي أول شغلة بعدين بتخلي واي برايم في طرف لحالها طب أستاذي إذا عندي أنا أكثر من واي برايم لازم أجمحني في طرف لوحدين لازم أسحب عامل مشترك ولازم نقسم على المعامل طب أستاذي هذا الموضوع في طعويض يا أستاذي نعم في طعويض بس طول لي بالك شوي خلينا مثال مثال نشوف الآن المثال الثالث بلاحظ أنه عندي اثنين اكس واي واي ليست موضوعا للقانون لاحظ واي تكعيب بأكد لي إنها ليست موضوعا للقانون يعني وكأنه بالعربي قاعد بحكي لي أستاذي هذا المثال أنا وياك الآن بدنا نروح نشطق ضمني كيف بشطق ضمني تابع معي جمع وطرح إذن أنا كل حد لوحده باجي على الحد الأول بسأله أنت شو نوعك بحكي لي أنا حاصل ضرب اقترانين بحكي لي أنا حاصل ضرب اقترانين بحكي لو صلت حاصل ضرب اقترانين أنا بروح بفتح أربع أقواس الأول كما هو في مشتقط الثاني مشتقته ثنين الآن عندي ناقص هاي ناقص الآن بدي أشتق Y تكعيب الثلاث بتنزل ال Y بتنزل بطرح من الأس واحد Y تربية لكن لأنه ضمنه في Y براين الآن يساوي هاي يساوي هذا الواحد شو مشتقته هذا الواحد مشتقت يا أستاذي صفر لحد اللحظة هاي الحمد لله أمورنا ممتازة خلينا بالله نرتب هالمسألة شو بيصير عندي بيصير عندي أستاذي ثنين X في Y براين زائد ثنين Y ناقص ثلاث Y تربية في Y براين كله يساوي صفر الآن لاحظ وجود أكثر من Y براين في نفس المسألة هنا عندي Y براين وهنا عندي Y براين لازم أخليهم في طرف لحالهم أستاذي ما هم في طرف لحالهم لكن المشكلة عندي في موجب اثنين Y هاي لازم أنقلها على الطرف الثاني شو بيصير عندي بيصير عندي اثنين X في Y براين ناقص ثلاث Y تربية في Y كله كم يساوي هنا إشارتها موجب بس أنقلها للطرف الثاني بتصير سالب ثلاث Y كلام سليم عند وجود أكثر من Y براين نجمع في طرف لوحدها والله جمعنا الآن لازم أسحب Y براين عامل مشترك يلا نطلعها Y براين عامل مشترك شو ظل بالأولى ظل بالأولى أستاذي 2X ناقص شو ظل بالثانية 3Y تربية كله كم يساوي سالب 2Y لحد اللحظة وهاي أمورنا ممتازة الآن لازم أروح أقسم الطرفين على معامل Y براين يعني لازم أقسم هان على 2X ناقص 3Y تربية وأقسم هاي على 2X ناقص 3Y تربية هاي مع هاي بتروح فينتج أن Y براين هي نفس هدي الواي على D أو في الـ X يساوي سالب 2Y على 2X ناقص 3Y تربية الحمد لله انتهى الحل لحد اللحظة هاي الحمد لله أمورنا ممتازة أسئلتنا قوية السؤال الأول كان اشتقاق ضمني بسيط السؤال الثاني والثالث كان عندي نفس الفكرة نشوف الآن مع بعض أستاذي السؤال الرابع الآن بلاحظ أنه Y ليست موضوعا للقانون على طول بحمل حالي وبروح على قسم الاشتقاق الضمني كويس ليش اشتقاق ضمني Y ليست موضوعا للقانون طب شو مبدأ الاشتقاق الضمني اشتق اشتقاق عادي مشتقة الساين مشتقة الساين كوساين نفس الزاوية بتنزل شو هي الزاوية يا أستاذي زائد Y ضرب مشتقة الزاوية طب الـ X يا أستاذي مشتقتها واحد زائد الـ Y مشتقتها واحد لأنه ضمني Y براين كلام سليم هاي خلصنا من الطرف الايسر نروح على الطرف الايمن الطرف الايمن لاحظ انه حاصل ضرب اقترانين بروح بفتح اربع اقواس بينهم عملية جمع القاعدة بتحتيلي الاول كما هو Y تربيع نسخته ما اشتقت عشان احط Y براين ضرب مشتقة الثاني كساين الزاوية مشتقتها سالب ساين نفس الزاوية في واحد زائد الثاني الثاني كما هو كساين X في مشتقة الاول هي الاول Y تربيع طب Y تربيع شو مشتقته يا استاذي مشتقته اثنين Y ولانه ضمن Y براين بلاحظ عندي هان Y براين وهان Y براين لازم اروح اجمع هن في طرف لحال هن خلينا نشوف كيف لكن هان انا بلاحظ انه عندي كساين الزاوية بوزعها بضربها في الواحد وبضربها في ال Y براين شو بصير عندي بصير عندي كساين الآن X زائد Y مضروبة في واحد زائد كساين X زائد Y مضروبة في Y براين اذا عندي Y براين في كساين X زائد Y كلام سليم هاي وزعتها هاي بتنزل زي ما هي بس منحب ارتبها سالب في Y تربية فبتصير سالب Y تربية في ساين X زائد هاي بحب ارتبها فبتصير اثنين Y Y براين مضروبة في كساين X لحد اللحظة هاي الامور ممتازة الان بلاحظ عندي في هذا الطرف في عندي Y براين بخليها طب هانا فيش Y براين لازم انقلها بلاحظ عندي في هذا الحد انا موجود عندي موجب Y براين لازم Y براين و Y براين يجمعوا في طرف لحالهم كلام سليم بإمكاني هاي أحملها وأجيبها هان والله هاي أنقلها هان نشوف الآن عنا شو بصير بصير هان أستاذي عندك كساين X زائد Y هاي لما أجيب هالسالب رح يصير موجب Y تربيع مضروب في ساين X يساوي هاي يساوي هان عندي 2Y Y براين مضروب يا أستاذي في كساين X هاي إشارتها موجب بدي أنقلها رح تصير سالب سالب إيش سالب Y براين في كساين X زائد Y لحد اللحظة هاي أمورنا 100% الآن لازم Y براين هاي أروح أصحبها عامل مشترك هاي يساوي الآن أستاذي أنا صار عندي قليل من الخبرة بدل ما أطلع Y براين عامل مشترك وأفتح أقواس شوف الآن شو بدي أكتب Y براين بدل ما أفتح قوس لأ بقسم على طول لما أخذ أنا Y براين عامل مشترك شو بيظل بالأولى بدل ما أكتب هان هيك هيك بدي أقسم في كوساين X ناقص Y براين أخذناها عامل مشترك شو ضل عندي ضل عندي كوساين الزاوية X زائد Y وهذا البسط بنزل سقوط حر زي ما هو كوساين X زائد Y زائد Y تربيع ساين X يا أستاذي إذن الحمد لله رب العالمين هيك الأمور معنا ماشية ممتازة وإن شاء الله أنه الكل يكون فاهم والأمور تكون جدا ممتازة تمام الآن خلينا نشوف مع بعض المثال الخامس شو بحكي لنا المثال الخامس حاكي لي Y يعني يا أستاذي لو سمعت بدنا إياك أنت روح على درس خاص جدا هذا الدرس اسمه يا أستاذي الاشتقاق الضمني أستاذ شو عرفك أنه هذا السؤال اشتقاق ضمني بحكي لك ما انت شايف يا بنية Y مش موضوع للقانون عليها تربية طيب كيف بشتق أنا ضمني باجي على الطرف الأول Y تربية بشتقه بنزل لاثنين فبتصير اثنين Y ولأنه ضمني على طول بلحقها Y براين هاي Y تربية خليني أخلص من المقام تربية X زائد 1 الآن الحكي اللي حكيته بدي أطبقه المقام كما هو X زائد 1 مشتقة البس X ناقص 1 مشتقتها 1 ناقص البس كما هو X ناقص 1 مشتقة المقام المقام X زائد 1 مشتقته 1 كل المسألة على المقام تربية المساواة بتنزل باجي على هذا الطرف زي ما هو اثنين Y Y براين الآن والله حاب أنا أجمع هالحدود المتشابهة خليني أستاذي على جنب أجمع أسرع X زائد 1 في 1 رح تعطيني X زائد 1 ناقص هاي ناقص X ناقص 1 في 1 X ناقص 1 بوزع السالب بتصير X زائد 1 سالب X موجب 1 الآن موجب X سالب X أودعك شو ظل موجب 1 وموجب 1 شو ظل عندي ظل عندي 2 إذن البسط كامل شو بنزل مكانه 2 على X زائد 1 تربية لحد اللحظة هاي الأمور ممتازة طب أستاذ أنا بدي Y براين لحالها كلام سليم أول شيء بقدر أختصر الاثنين مع الاثنين كون هن بالبسط وبين هن مساوى شو بصير هان بصير هان 1 الآن بدي أقسم على Y فبتنزل Y براين يساوي شو البسط عندي البسط عندي 1 في X زائد 1 الكل تربيع المقام كله مضروب يا أستاذ في Y أستاذ شو عملت قسمت الطرفين على Y على Y هذا بالنسبة للمثال الرابع وبصراحة مثال سهل نشوف المثال السادس X تربيع كلام سليم لاحظ في عندي Y لكنها ليست موضوع للقانون لا هي الطرف لحالها ولا معاملها واحد وإذن على طول اشتقاق ضمني X تربيع أستاذي مشتقتها 2X خلص أنا هيك خلصت من الطرف الأول X تربيع شو مشتقتها أستاذي زي ما أنت شايف 2X طيب الطرف الأيسر أو الطرف الأيمن هون شو بدي أشتقه يا أستاذ بلاحظ أنه عندي اقتران على اقتران اقتران على اقتران بروح بخلع خط للبص والمقام و بروح بروح فاتح أربع أقواس وبحكي المقام كما هو في مشتقة البص ناقص البص كما هو في مشتقة المقام على المقام تربية خليني أخلص من المقام ومن شره هاي X زائد Y الكل تربية الآن بدي أشتق البص هاي بدي أشتق الـ X مشتقتها واحد ناقص الـ Y مشتقتها واحد Y براين هاي المقام كما هو في مشتقة البص ناقص البص كما هو البص اللي فوق ترى مش تنحول كالعادة X ناقص Y في بدي أشتق الآن المقام طب الـ X مشتقتها واحد زائد Y مشتقتها Y براين هيك الحمد لله رب العالمين خلصنا اشتق ظل علينا بعض الأمور اللي منسميها التكتيكية وتساوي 2 X بتنزله البص والمقام بنزله المقام X زائد Y الكل تربيع بنزله الآن شغلي بالبص بدي أوزع قوس على قوس يلا نوزع كيف بنوزع X في واحد تعطيني X X في سالب Y براين سالب X Y براين هاي وزعت الـ X موجب Y بدي أوزعها على القوس كامل موجب Y في واحد تعطيني موجب Y موجب Y في سالب Y براين تعطيني سالب Y في Y براين كلام سليم ناقص هاي ناقص يا أستاذي شو رأيكو هاي أوزعها فوق وأرتاح منها فوق يلا X في واحد بعطيني X X في موجب Y بعطيني موجب XY براين سالب Y في واحد سالب Y سالب Y في موجب سالب Y Y براين الآن دخول السالب فبتصير سالب X ناقص بدل موجب صارت سالب لأنه دخول سالب ناقص X في Y براين السالب بصير موجب Y السالب بصير موجب Y Y براين لحد اللحظة هاي الحمد لله أمورنا ممتازة لاثنين X يا أستاذي بتنزل الآن بصطو مقام المقام من أول ما انخلقت المسألة وإحنا ننزله زي ما هو تربية الآن خليني أشوف بالله إذا في أشياء بقدر أرتبها بالبصط خلينا نشوف عندي موجب X عندي سالب X الحمد لله بيروحوا مع بعض نشوف شو عندنا كمان عنا سالب X Y برايم وعندنا سالب X Y برايم إذن سالب X Y برايم وسالب X Y برايم رح يعطيني سالب 2 X في Y برايم لاحظ سالب 1 وسالب 1 سالب 2 X Y برايم تمام الآن عندي هان موجب Y وعندي هان يا أستاذي موجب Y موجب Y وموجب Y بعطيني موجب 2 Y كلام جميل الآن هاي Y طبعا سالب Y Y برايم موجب Y Y برايم هذول إجباري بروحه مع بعض سالب Y Y برايم موجب Y Y برايم بروحه مع بعض إذن لاحظ موجب X وسالب X بطير سالب X Y برايم سالب X Y برايم سالب 2 X Y موجب Y وموجب Y 2 Y هان سالب وهان موجب بروحه مع بعض الآن هان عندي هان فقط Y برايم شو بدي أعمل الآن أستاذي على 1 وبدي أضرب ضرب تبادلي كلام سليم شو بصير عندي سالب 2 X في Y برايم زائد 2 Y تساوي 2 X اللي هي موجودة هان ضرب X زائد Y الكل تربية لحد اللحظة هاي الحمد لله أمورنا ممتازة موجب 2 Y لازم أنقلها على هذا الطرف شو بصير بصير سالب 2 X في Y برايم يساوي 2 X مضروبة في X زائد Y الكل تربية هاي إشارتها موجب لما أنقلها بتصير سالب 2 Y الآن لاحظ بدي Y برايم بقسمة الطرفين على سالب 2 X وهذا الطرف يا أستاذي على سالب 2 X هاي مع هاي بتروح وينتج أن Y برايم تساوي الآن الآن أستاذي بقدر أخلص من 2 نعم بقدر أسحب 2 عام مشترك بس هاي الخطوة زيادة وما إلها داعي بس أنا بحب أعمالها ممكن يكون سؤال سؤال إثبات نسحب 2 عام مشترك هاي سحبنا 2 شو ظل بالأولى X مضروبة في X زائد Y لكل تربيع تمام ناقص 2 Y أخذنا الاثنين عام المشترك بظل ناقص Y على سالب 2 X يعني 2 مضروبة في سالب X الآن الاثنين مع الاثنين بتروح وهيك الحمد لله رب العالمين أمورنا ممتازة الآن لاحظ الاشتقاق الضمني يعتمد على رؤية الطالب للمسألة والله إذا الطالب ركز وانتبه وشاف واي ليست موضوعا للقانون على طول أنا شو بعمل بروح باشطط اشتقاق ضمني نشوف مع بعض المثال السابع الله والله المثال السابع مثال جميل ليش لأنه أول مرة بطلب مني أعوذ كل الأمثلة اللي أخذناها ست أمثلة اتدربنا منيح كيف أنا بوجد الواي برايم في الاشتقاق الضمني طب أستاذي إذا أعطاني تعويض بفتح قوسين وبين القوسين بحكي الحمد لله ليش مسألتنا ترى أسهل بكثير الآن أي زوج مرتب مكون من X ثم Y إذن واضع السؤال بحكيلي جد المشتقة الأولى بعدين عوض يلا نشوف مع بعض كيف الشغل بدي أشتق الطرفين E قوة 2X هذا اختران السي في لن الواي شوف شو حكيت في يعني ضرب لن الواي إذن عندي حاصل ضرب اخترانين بفتح أربع أقواس الأول كما هو في مشتقة الثاني زائد الثاني كما هو في مشتقة الأول والمساواة بتنزل بلاش ننساها يلا مع بعض الأول كما هو E قوة يا أستاذي 2X هاي الأول كما هو في مشتقة الثاني أول ما أشوف لن بخلع بسطو مقام مشتقة الداخل Y على الداخل نفسه على Y في لن الأساس ما هو الأساس E في الشهد زائد الثاني كما هو لن الواي الثاني كما هو لن الواي في مشتقة الأول طب الأول اقتران أسي علمتك تفتح ثلاث أقواس الدلة نفسها E قوة قوة 2X في مشتقة أسها 2 في لن الأساس لن الإي بعطيني واحد فش داعي أكتبه هيك بكل هدوء خلصت الطرف اللي عليها صار بروح على الطرف العلي يمين X مشتقتها واحد زائد Y مشتقتها واحد Y سالب 2 مشتقتها يا أستاذي صفر هيك الحمد لله أمورنا شبه طيبة الآن خلينا نرتب المسألة هاي هان أنا عندي بسط ومقام اللي ما إلو مقام أستاذي بيكون مقامه واحد البسط بالبسط بعطيني Y مضروبة في E هاي الأي شو قوتها 2X على مين يا أستاذي على Y زائد الاثنين في لن الواي في E والإي شو قوتها 2X يساوي واحد زائد Y برايم أستاذي أنت لحد الآن شغال نفس الأمثلة السابقة نعم الآن ما في داعي أطلع Y برايم موضوع للقانون وأنقلها وأجمعها ليش لأنه طالب مني طعويض الآن بروح يا أستاذي بعوض أستاذ شو بدك تعوض مكان كل X بتشوفها بدنا نعوض واحد مكان كل Y بنشوفها بدي أعوض واحد يلا الآن بتصير مسألتي بسطو مقام Y بتنزل مش تعوض لمكان Y برايم ما عارفك عارف القصص اللي براسك Y بتنزل الإي يا أستاذي بتنزل اثنان في واحد تعطيني اثنان على Y يعني على واحد عب نكتبها بس خليها زائد الاثنان بتنزل اللي بتنزل لن مين يا أستاذي لن الواي واي كم قيمتها واحد طبعا هاي مضروبة في E كويس اثنان بتنزل في X اثنان في واحد بعطيني اثنان يساوي واحد زائد Y برايم أستاذ هاي الواحد يعني تعوضتها لا يا أستاذي هاي الواحد نزلتها الآن لن الواحد بعطيني يا أستاذي صفر أستاذ مش ذاكر ارجع على طول على فيديو مشتقة الأسي واللغارتمي بزبطش تحكي لنسيت لن الواحد بعطيني صفر في اثنان صفر في E تربيع هاي كلها صفرت عزيزي المشاهد شو صار عنا Y برايم في مين في E تربيع ماذا تساوي تساوي واحد زائد Y برايم هسه بجمع وبرتب ترى أمورنا كثير سهلة بجيب هاي هانا فبصير عندي Y برايم في E تربيع ناقص Y برايم يساوي واحد بسحب Y برايم عامل مشترك وبقسم وبقسم عليه شو بظل هان عندي E تربيع يا عمي هاي E تربيع Y برايم أخذناها عامل مشترك شو بظل مكانها ناقص واحد أستاذ من وين جبت لنا هذا الواحد أستاذي أصل العامل المشترك اسمه Y برايم تقسيم Y برايم بتروح بظل E تربيع Y برايم تقسيم Y برايم بظل واحد والبسط شو عندي في يا أستاذي واحد هيك الحمد لله رب العالمين احنا أمورنا ممتازة مية بالمية الآن نشوف مع بعض أستاذي المثال الثامن المثال الثامن لاحظ وضع السؤال مش طالب مني تعويض ارجعنا لنفس القصة القديمة أول شيء بدي ياق أستاذي تنفى بعض الطلاب بيستعجل نعم طريقة صحيحة مية بالمية لكن اسمعها النصيحة مني كلمات جدا بسيطة كلمات مؤثرات بإمكانك تستخدم هن أستاذي هاي الكلمات اللي بحكي لك إياها ثلاث مرات بعد الأكل الآن لعندي واحد على عشرة هذا عبارة عن ثابت إذن ما في داعي أوحد مقامات طيب شو بدك تعمل يا أستاذي الواحد على واي تربية بإمكاني أنقلها هان الآن كويس أو بإمكاني أشتق بعدين أنقلها إذن أنا شلي بهمني إذا كان هان ثابت وفي مع الثابت جمع أو طرح كسور لا توحد المقامات أنا بعطيك طريقة قاعد سهلة إذن إذا كان عندي جمع وطرح كسور لا توحد مقامات لكن إذا كان هان ثابت وما إجمع وطرح كسور لا توحد مقامات لكن إذا كان متغير رح تلاحظ أني بنصحت بتوحيد المقامات الآن شو بتصير مسألتي واحد على إكس تربيع تساوي واحد على عشرة ناقص واحد على واي تربيع مسألتي الآن جاهزة للاشتقاق هانا كسر بعمل كسر طب شو نوعه ثابت على اقتران عكس إشارة الثابت سالب واحد ضرب مشتقة المقام إكس تربيع مشتقته اثنين إكس على المقام تربيع يعني على إكس قوة أربعة يساوي الواحد على عشرة ثابت مشتقته صفر ناقص برضو هاي نوعها ثابت على اقتران هاي بسطو مقام عكس إشارة الثابت سالب واحد ضرب مشتقت المقام طب المقام واي تربيع مشتقته اثنين واي في واي براين على المقام تربيع واي قوة أربعة نرتب أمورنا أكثر سالب واحد في اثنين هيا أستاذي سالب اثنين إكس على إكس قوة أربعة بعطيني بالمقام إكس تكعيب الآن سالب مع سالب موجب اثنين واي لاثنين بتنزل واي مع واي قوة أربعة تعطيني بالأسفل واي تكعيب طب شو بيظل عندي هان بيظل عندي واي براين لحد اللحظة هاي الأمور ممتازة واضع السؤال شو طالب مني واضع السؤال طالب مني بده فقط واي براين كيف بدي أوجد واي براين لازم أخلص من الثنين على الواي تكعيب طبعا بالمناسبة الاثنين مع السالب اثنين بتروح بظل هان عندي سالب واحد كيف بدي أخلص من الواي تكعيب والله بضرب هذا الطرف في واي تكعيب وبضرب هذا الطرف في واي تكعيب أو بإمكانك تضرب ضرب تبادلي بس ايك أسهل ويساوي هاي مع هاي بتروح بتنزل عندي واي براين هانا شو صار عندي واي تكعيب لاحظ مضروبة دير بالك هانا شو عندي سالب واحد وهانا ضربت واي تكعيب في سالب واحد لاحظ بتعطيني سالب واي تكعيب على اكس تكعيب هيك الحمد لله رب العالمين منكون يا أستاذي أوجدنا واي براين كلام سل نشوف الآن مع بعض يا أستاذي المثال التاسع بلش بواي تكعيب اعرف انه نوع الاشتقاق ضمني طيب ما عطيني والله يعوض مكان قيمة واي واحد الان انا علمتك دائما وابدا لما يكون فيه تعويض بالاشتقاق الضمني الحمد لله لكن لو رجعنا للمثال السابق راح تلاحظ انه لازم يعطيني قيمة اكس ويعطيني قيمة واي كلام سليم يا جميل الملامح طب اذا اعطاني اكس وما اعطاني واي انا لازم اطلع واي كيف هسا نتعلم إذا أعطاني Y وما أعطاني X أنا لازم أطلع قيمة X طب كيف يا أستاذي هسا نتعلم لاحظ معطيني Y تساوي 1 بحمل حالي وبروح يا أستاذي زي ما أنت شايف ركض وين بروح ركض أعوض قيمة Y في المعادلة الأصلية وليست في المشتقة قبل الاشتقاق أصلا إذن أنا في الاشتقاق الضمني إما ما بعطيني تعويض وإما لما يعطيني تعويض لازم يكون قدامي الـ X والـ Y ما أعطيني Y بروح بعوض بالأصل بطلع قيمة X خلينا نروح نعوض الآن لاحظ Y تكعيب يعني 1 تكعيب 1 زائد 2X تربية رح تنزل يا أستاذي 2X تربية يساوي 11Y 11 في 1 بعطين 11 خلينا نشوف هنا شو بيصير ناقص 1 ناقص 1 ناقص 1 بيصير عندي 2X تربية لأنه هاي مع هاي بتروح 11 ناقص 1 10 بالقسمة على 2 بالقسمة على 2 هاي مع هاي بتروح X تربية يساوي 10 تقسيم 2 5 لازم آخذ جذر تربيعي للتخلص من التربية الآن هاي مع هاي بتروح شو بتنزل عندي X الجذر التربيعي للـ 5 هاي الجذر التربيعي للـ 5 موجب أو سالب ايه هانا طلع عندي للـ X يا أستاذي قيمتين نعم الآن منشطر الحمد لله وبتكتب لي يا أستاذي البقاء لله أكيد شو بتكتب أكيد البقاء لله لأنه كم مسألة عندي مسألتين وبحاجة إلى تعويضين أول تعويض بدي أعوضه موجب جذر الخمسة مع مين مع الواحد طب أستاذي التعويض الثاني سالب جذر الخمسة بدي أروح أعوضها مع الواحد الحل طويل أستاذي نعم نوعا ما لكنه بكل صدق وأمانة جدا سهل يلا الآن وي تكعيب مشتقتها ثلاث وي تربيع أولى أنه ضمني وي براين زائد ثنين اكس تربيع مشتقتها أربعة اكس اثنين ضرب اثنين أربعة اكس قوة واحد 11 وي مشتقتها يا أستاذي 11 أولى أنه ضمني وي براين الآن بدي أروح أعوض بدي أعوض النقطة الأولى شو هي النقطة الأولى أستاذي جذر الخمسة فاصلة واحد يلا الروح نعوض الآن وين نعوض طبعا بالمشتقة ليش يا أستاذي عشان أطلع وي براين ثلاث بتنزل مكان وي بدي أعوض واحد واحد تربيعه بعطيني واحد مضروب في وي براين زائد أربعة أكس مكان أكس بنزل جذر الخمسة فبتنزل أستاذي أربعة ضرب جذر الخمسة يساوي 11 وي براين بتنزل هاي 11 وي براين كلام سليم ثلاثة في واحد في وي براين ثلاثة وي براين زائد أربعة جذر الخمسة شو هاي هاي خمسة بالعربي طبعت نعم بتعرف يعني من أصول عربية لازم الواحد يظل يتذكر هاي الأمور تمام نشوف مع بعض كيف الشغل إذن في جذر الخمسة كم يساوي 11 وي براين ثالث ثلاث وي براين بنقلها لهذا الطرف فبيصير أربعة جذر الخمسة شو بعطيني يا أستاذي 11 وي براين ناقص ثلاث وي براين ثمانية وي براين بالقسمة على ثمانية على ثمانية ومنه فإن وي براين تساوي الأربعة على ثمانية بعطيني يا أستاذي جذر الخمسة على اثنين هاي وي براين هل انتهى الحل لا لسا عندي نقطة ثانية شو هي النقطة الثانية أستاذي سالب جذر الخمسة والواحد يلا سالب جذر الخمسة فاصلة واحد بدي اروح ترى اعوضها انا وياك بالمشتقة يلا هاي هي المشتقة طبعا هاي قيمة اكس وهاي قيمة واي ثلاث في واحد تربيع ثلاث في واي براين هاي ثلاث واي براين زائد موجب اربعة في سالب جذر الخمسة سالب اربعة جذر الخمسة يساوي 11 واي براين كلام سليم ثلاث واي براين بنقلها ومنه فانا بصير عندي سالب اربعة جذر الخمسة تساوي ثمانية واي براين على ثمانية هاي مع هاي بتروح فشو بنزل عنا بنزل عنا واي براين يساوي سالب جذر الخمسة على اثنين يا استاذي استاذ بلاحظ انه طلعت هاي نفس هاي بس الفرق بالاشارة شو رأيك خرص بما انه لا 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 شو رأيي ولا شو رأيك هاي مجرد صدفة جميلة جمعتنا بهذا المثال الان نشوف مع بعض استاذي مثال رقم عشرة بسم الله نلاحظ ان واي ليست موضوعا للقانون اذا في هذا المثال نوع الاشتقاق يا استاذي نوع الاشتقاق اشتقاق ضمني معطيني زوج مرتب مكون من اكس واي للتعويض الحمد لله الان باجي بابدع شغل هذا اقتران اسي علمتك يا استاذي دائما تفتح ثلاث اقواس للاقتران الاسي زاعد استاذي هذا كمان اقتران اسي يسيدي كمان ثلاث اقواس للاقتران الاسي يساوي هاي يساوي بلاش ننسى كيف باشتقل الاختران الاسي نفسه بنزل اي قوة ساين الاكس في مشتقة اسو ساين الاكس شو مشتقتها مشتقتها كوساين الزاوية في واحد في لن الاساس طب شو الاساس عندي الاساس اي فش داعي نكتبها باجي على الثانية برضو اقتران اسي نفسه بنزل اي قوة كوساين الواي في مشتقة اسو الكوساين مشتقته سالب ساين نفس الزاوية واي في مشتقتها واي براين في لن طب شو الاساس يا استاذ اي فش داعي نكتبها ال اي هذا ثابت مشتقة الثابت صفر والواحد ثابت مشتقة الثابت صفر نرتب امورنا الان افضل فبيصير عندي كوساين الاساس مضروب في اي وزي ما انت شايف القوة ساين الاساس زائد هاي زائد سالب في موجب بعطيني سالب خلينا بالله نكتب سالب شوي افضل الان موجب في سالب بعطيني يا استاذي سالب هاي سالب شو عندي هنا سالب ساين واي في واي براين في اي قوة كوساين الواي هان طبعا في واي براين كله كم يساوي صفر وين الواي براين هاي الواي براين اذا هاي كلها بامكاني يا استاذ انقلها للجهة هاي فبيصير عندي كوساين الاكس اي قوة ساين الاكس يساوي موجب ساين موجب ساين الواي في اي والقوة يا استاذي كوساين الواي كل هذا مضروب في واي براين انا بدي الان واي براين لحالها بروح بقسم الطرفين على ساين الواي اي كوساين الواي وهانا بحكي بقسم ايضا على ساين الواي اي كوساين الواي هيك الحمد لله منكون اوجدنا قيمة واي براين الان استاذي ليش اشتغلت كان بامكاني اعوض من البداية نعم بس حبيت نثبت لك انه سواء عوضت في هاي المسألة او عوضت في هاي المسألة لازم يا استاذي يعطيني نفس الناتج الان بلاحظ انا عندي ساين وكوساين انا بحب الطالب دائما تكون هاي الرسمة موجودة في ذهنه هان انا عندي قيمة اكس واحد لكن قيمة الواي صفر وهاي الكوساين وهاي الساين هانا انا عندي القيمة سالب واحد والصفر هانا عندي الكوساين وهانا عندي الساين الان فوق عندي القيمة ال اكس صفر والواي واحد وهانا الكوساين وهانا الساين تحت عنا زي ما اتفقنا هنا على ال اكس صفر بس على ال واي بعطيني سالب واحد لكن انا ما بحتاج الا يا استاذي ال واي على اثنين اللي هو هذا الجزء ال واي على اثنين خلينا نشوف نعوض هنا كوساين ال واي على اثنين لاحظ كوساين ال واي على اثنين بعطيني صفر مضروب في اي قوة ساين مضروب في اي اشي بعطيني صفر ناقص ساين ال واي ساين ال واي على اثنين كم ساين ال واي على اثنين يا استاذي واحد مضروب في اي هيا استاذي مضروب في اي قوة اكم قوة كوساين ال واي كم الكوساين لل واي على اثنين يعني اي قوة صفر مضروب في واي براين يساوي صفر الان اي قوة صفر واحد في واحد واحد سالب واي برايم عسالب واحد عسالب واحد واي برايم تساوي صفر أستاذ طب يلا نعوض بالثانية يلا نعوض يا جميل الملامح هاي هانا واي برايم الآن كساين الباي على اثنين أستاذي ركز كساين الباي على اثنين كم أعطتني يا أستاذي أعطتني صفر في أي مقدار بتعطيني صفر ساين الباي على اثنين كم ساين الباي على اثنين واحد اي قوة صفر فعلا صفر على اي مقدار بعطيني صفر هيك الحمد لله رب العالمين اذا لحد اللحظة هاي الحمد لله رب العالمين تمكننا من حل عشر امثلة والله امثلة مهمة وامثلة ممتازة الا انه بدها قليل من التركيز نشوف مثال رقم 11 بدي احكي لك الان نصيحة استاذي هاي النصيحة تقدر يا استاذي بجمل هاي النصيحة تقدر بجمل اذا شفت يا استاذي جذر تربيعي زائد جذر تربيعي يساوي يا استاذي ثابت فانا بفضل نقل احد الجذور وتربيع الطرفين اسمع شو بحكي وسجل نقل احد الجذور ومن ثم من روح من ربع الطرفين ليش يا استاذي بصراحة الحل كثير اسهل خلينا نشوف الان جذر اكس جذر تربيعي طبعا جذر تربيعي لاحظ زائد جذر تربيعي جذر تكعيبي لا بدي انقل جذر الاكس على الجهة هاي فبتصير مسألتي الجذر التربيعي لا واي تساوي خمسة ناقص الجذر التربيعي لا اكس الان بدي اروح يا استاذي اربع الطرفين الان بدي اروح اربع الطرفين الجذر مع التربيع بروح بتنزل واي يساوي دير بالك توزع التربيع انا بفك التربيع الاول تربيع خمسة وعشرين ناقص اثنين بالاول بالثاني يعني عشرة جذر اكس دائما جمع الثاني تربيع جذر اكس تربيع بطير الجذر عفوا لاحظ الان بطل سؤالي اشتقاق ضمني صار اشتقاق عادي دي للواي على دي للأكس يساوي الخمسة وعشرين مشتقتها صفر ناقص ثابت في اقتران نفسي الثابت بنزل ضرب بدي اشتقل الان الاقتران جذر اكس مشتقت ما داخل الجذر واحد على اثنين في الجذر نفسه زائد الاكس مشتقتها واحد هيك الحمد لله منكون اوجدنا دي الواي على دي اوف الاكس بكل سهولة شو رح تعطيني سالب عشرة مع الاثنين سالب خمسة على جذر اكس يا استادي زائد واحد انتهى الحل هيك الحمد لله رب العالمين امورنا ممتازة نشوف مع بعض هذا المثال هذا المثال والله بدي احكي هان ملاحظة هاي الملاحظة استاذي جدا جدا هامة بلاحظ انه هان يا استاذي في تربيع وهان في عندي عدد ثابت يفضل اخذ جذر للطرفين والسبب انه هانا ثابت طب استاذي لو كان متغير لا لو كان متغير رح يعطيني مطلق موجب سالب ويصير عندي اكثر من حل اذا اذا انا شفت التربيع يا استاذي في طرف وشفت هانا ثابت فبهاي الحالة انا بفضل اخذ جذر تربيعي للطرفين الجذر مع التربيع رح يعطيني القيمة المطلقة جذر الثابت بنزل جذر الثابت كويس بعدين بشير القيمة المطلقة بتصير هانا القيمة اللي انا بدي اياها تساوي موجب سالب جذر الثابت خلينا نوضح هذا الحكي الان الان انا عندي استاذي لاحظ تربيع بحط هان جذر وبحط يا استاذي هان جذر التربيع مع الجذر بيروح طب استاذي بنزل قيمة مطلقة انا معك شو بنزل عندي ساين اللي هي باي الاكس زائد كوساين باي الواي يساوي الجذر التربيعي للاثنين بدي اخرص من القيمة المطلقة معادلة مطلق مرة على الموجب مرة على السالب فبيصير عندي استاذي ساين باي الاكس زائد كوساين باي الواي استاذي ماذا تساوي موجب سالب جذر الاثنين الان بروح باشتق شو مشتقت يا استاذي الساين مشتقت الساين يا استاذي كوساين نفس الزاوية بتنزل باي اكس في مشتقت الزاوية باي اكس شو مشتقتها مشتقتها باي زائد هاي زائد شو مشتقت الكوساين سالب ساين نفس الزاوية بتنزل باي الواي في مشتقة الزاوية باي الواي مشتقتها باي ولأنه ضمنه واي براين يساوي هاي يساوي موجب سالب جذري اثنين الثابت دائما مشتقته صفر واي براين بدي اخليها لحالها اذا بنقل على الطرف هان فبصير عندي هان باي مضروبة في كساين الزاوية يساوي هاي بس انقلها بغير الاشارة السالب بصير موجب شو بصير عندي باي في واي براين مضروبة يا استاذي في ساين باي الواي الان باي مع باي باي شو بيضل عندي كساين طب هانا بدي واي براين فبقسم الطرفين استاذي على ساين باي الواي وهاي بقسمها يا استاذي على ساين باي الواي هيك الحمد لله رب العالمين منكون طلعنا قيمة واي براين استاذي هل يجوز الكساين على الساين اكتبها كتان لا لانه مش نفس الزاوية في زاوية باي اكس وفي زاوية عنا باي الواي نشوف الان مع بعض مثال رقم 13 في مثال رقم 13 لاحظ استاذي انه واضع السؤال طالب مني مشتقة ثانية كلام جدا جميل واضع السؤال طالب مني في هذا المثال المشتقة الثانية طب شو بعمل انا استاذي اول شي بوجد المشتقة الاولى وبخلص بعدين المشتقة الثانية نشوف اثنين اكس تكعيب مشتقتها ثلاث ضرب اثنين بعطيني ستة ستة اكس تربيع الان انتهى المشكلة ناقص ثلاث واي تربيع اثنين في ثلاث ستة واي طيب لانه ضمني واي براين يساوي الثمانية مشتقة الان بجيب هذا على الطرف هان بصير عندي ستة اكس تربيع يساوي ستة واي واي براين لاحظ كانت سالب لما نقلناها الى الطرف الثاني صارت موجب الستة مع الستة بتروح شو ظل عندي استاذي ظل عندي ما يلي واي براين ماذا تساوي بسط ومقام بالقسمة على واي بالقسمة على واي اكس تربيع على واي هيك انا بكون يا استاذي اوجدت المشتقة الاولى هيك شو منكون اوجدنا المشتقة الاولى كلام جميل الان واضع السؤال طالب مني المشتقة الثانية بالله نرجع هانا شوي اكس تربيع يساوي واي في واي براين بامكاني اشتق هاي اقتران على اقتران او بامكاني اشتق هاي حاصل ضرب اقترانين بالله استاذي اشتقلنا هاي حاصل ضرب اقترانين يلا اكس تربيع مشتقتها اثنين اكس تساوي هذا الاول هذا الثاني اربع اقواس بينهم عملية جمع الاول كما هو واي مشتقة الثاني طب ما هي واي براين لما اشتقها كمان مرة بتصير واي ضبل براين مشتقة الثاني زائد الثاني كما هو واي براين في مشتقة الاول واي واي شو مشتقته واحد ولانه ضمني واي براين كلام جميل الان انا بدي واي ضبل براين لحالها بروح برتب اموري ومنتكتك الامور شو بصير عندي بصير عندي هان اثنين اكس تساوي واي مضروبة يا استاذي في واي ضبل براين واي براين في واي براين بعطيني واي براين لكل تربية الامور ممتازة الان يمنع وجود مشتقة بدلالة مشتقة شو يعني هذا الحكي مكان واي براين بدي اعوض هذا المقدار استاذ بصير انقل هاي وارتب يلا غال اقول فبتصير عندي هان اثنين اكس ناقص واي براين الكل تربية تساوي يا استاذي واي في واي ضبل براين بقسمة الطرفين على واي على واي هاي جبنا الواي هانا لاحظ كانت واي معامل للواي براين قسمنا الطرفين على واي على واي الان وتساوي شو بدي اعمل بدي مكان واي براين احط قيمتها الان لاثنين اكس بتنزل ناقص واي براين تربيع واي براين كم قيمتها يا استاذي هيها بدي اربعها بربع البست وبربع المقام شو بصير البست بصير البست اكس قوة اربعة شو بصير المقام بصير المقام واي تربيع هاي واي براين تربيع اذا واي براين تربيع ماذا تعني تعني واي براين ربعها بربع البست بربع المقام كل المسألة استاذي تحت على واي هيك الحمد لله امورنا مية بالمية أستاذي بإمكاني أوزع نعم بإمكاني أوحد مقامات نعم وبإمكاني أتركها بهذا الشكل بس بصراحة هذا الشكل مش عاجبني خلينا نروح أستاذي نوحد مقامات اثنين اكس في واي تربيع بعطين اثنين اكس واي تربيع ناقص اكس قوة أربعة في واحد اكس قوة أربعة على واحد في واي تربيع واي تربيع في واي اللي بالمقام بتصير واي تكعيب هيك الحمد لله المشتقف ثانية جاهزة بأجمل صورة هذا المثال اللي هو مثال رقم 14 صراحة من الأمثل الجدا ممتعة والجدا مهمة بس بدي إياك تراقبني كيف أنا الآن بشتغل طالب مني واضع السؤال مشتقة ثانية بوجد مشتقة أولى اكس واي حاصل ضرب اخترانين الأول كما هو في مشتقة الثاني زائد الثاني كما هو في مشتقة الأول واحد زائد واي تربية مشتقتها ثنين واي أولى أنه ضمني واي برايم ثنين اكس مشتقتها ثنين هيك أنا أوجدت المشتقة الأولى الآن على جنب بروح بعوض مكان اكس واي على طول على طول يا أستاذ يلا مكان اكس واحد واحد في واي برايم واي برايم زائد مكان الواي واحد زائد اثنين في واحد اثنين في واي برايم اثنين واي برايم كله يساوي اثنين واي برايم زائد اثنين واي برايم ثلاث واي برايم هي جمعت هاي مع هاي شو بيظل عندي زائد واحد بنقله فبتصير هاي واحد اثنين ناقص واحد واحد على ثلاث على ثلاث واي برايم تساوي واحد على ثلاث هيك أو جدت هاي الآن بخبيها في مكان آمن على جنب ما إلي علاقة فيها لاحظ بخليها على جنب الآن بدي أوجد مشتقة ثانية واضع السؤال شو طالب مني مشتقة ثانية يلا برضو هاي حاصل ضرب اخترانين الأول اكس مشتقة الثانية هو واي مشتقته عفوا واي برايم مشتقته واي ضبل برايم الآن زائد الثاني كما هو واي برايم في مشتقة الأول اكس واحد زائد هيزائد واي شو مشتقته واي برايم زائد حاصل ضرب اخترانين الأول اثنين واي في مشتقة الثاني طب ما هو الثاني واي برايم لما أشتقه واي ضبل برايم زائد الثاني كما هو وي برايم ضرب مشتقة الأول اثنين وي لما أشتقه بعطيني اثنين وي برايم والثابت مشتقته صفر الآن طبعا صفر هاي صفر الآن بروح على طول أستاذي شو بعمل بروح بعوض مكان وي برايم قيمتها ثلث الآن إذن مكان وي برايم شو بدي أعوض ثلث أستاذي طب مكان اكس شو بدي أعوض واحد طب مكان وي شو بدي أعوض واحد مكان اكس واحد في وي ضبل برايم وي ضبل برايم زائد وي برايم أنا بنزل قيمتها ثلث زائد وي برايم أنا بنزل قيمتها ثلث زائد أستاذ وي برايم وي برايم وهنا بقدر أجمع نعم يجوز ويجوز أشتغل زائد الاثنين بتنزل مكان y واحد في y ضبل برايم زائد هاي الاثنين اللي هان نزلت y برايم في y برايم y برايم تربية يعني ثلث في ثلث بتعطيني واحد على تسعة إذن لاحظ مكان x نزلت واحد مكان y نزلت واحد مكان كل y برايم نزلت قيمتها فبنزل سؤالي y ضبل برايم ثلث زائد ثلث بعطيني اثنين على ثلاث زائد اثنين y برايم زائد اثنين على تسعة الآن لاحظ واحد y ضبل برايم واثنين y ضبل برايم بعطيني ثلاث y ضبل برايم الآن طبعا كله يساوي صفر تمام زائد اثنين على ثلاث زائد اثنين على تسعة والله لازم اوحد مقامات ثلاثة باثنين ستة زائد اثنين ثمانية على تسعة يساوي صفر الآن بدي انقل هاي للطرف الثاني شو بصير عندي بصير عندي ثلاث y ضبل برايم تساوي سالب ثمانية على تسعة الآن شو بعمل بضرب هاي في واحد على ثلاث وبضرب هاي في واحد على ثلاث الثلاث مع الثلث بتروح y ضبل برايم تساوي سالب ثمانية على سبعة وعشرين هيك الحمد لله رب العالمين امورنا جدا ممتازة نشوف الآن استاذي مع بعض مثال رقم خمستعشر واي ليست موضوعا للقانون نوع الاشتقاق ضمني الآن يفضل توحيد المقامات يلا نوحد استاذي استاذ ليش دك توحد مقامات كسر زائد كسر وفيه هنا مجهول وحد مقامات شو بصير عندي واحد في اكس اكس زائد اكس زائد واي في واحد اكس زائد واي المقام بالمقام يا شوف شو عملت واحد في اكس اكس زائد اكس زائد واي في واحد اكس زائد واي المقام بالمقام اكس زائد واي مضروبة في اكس كله يساوي واي هيك وحدنا المقامات نرتب أمورنا أكثر Y تساوي بسط ومقام X زائد X 2X هي عم 2X زائد Y على إيش يا أستاذي؟ على X زائد Y مضروبة يا أستاذي في X والله هي طلعت معنا قيمة مين؟ قيمة Y الآن إما أن تضرب تبادلي أو أنه بشتق اقتران على اقتران خلينا نرتب أكثر فبتصير عندي Y تساوي 2X زائد Y على X في X على X تربيع زائد X في Y خلينا الآن نروح نشتق واضع السؤال طالب مني هان طبعا المشتقة الأولى إذن هان واضع السؤال طالب مني جد دي الواي على دي أو في الأكس الآن نروح نشتق Y مشتقة هواي برايم يساوي اقتران على اقتران خلينا نشوف اقتران على اقتران المقام كما هو X تربيع زائد X في Y المقام كما هو في مشتقة البست الاثنين X مشتقتها اثنين الواي مشتقتها واي برايم هاي المقام في مشتقة البست ناقص البست كما هو اثنين X زائد Y في مشتقة المقام الـ X تربيع مشتقتها اثنين X زائد X في Y برضو حاصل ضرب اقترانين نشتق على جنب الأول X مشتقت الثاني Y برايم الثاني Y مشتقت الأول واحد إذن هان شو بدي أكتب X Y برايم زائد Y هيك كل المسألة على المقام يا أستاذي تربيع X تربيع زائد X Y الكل تربيع هيك احنا منكون اوجدنا يا أستاذي المشتقة الأولى طيب أستاذي هيك انا اوجدت Y برايم وفي عندي هان Y برايم إذن بدي أخلي Y برايم موضوعا للقانون لكن لنفترض انه واضع السؤال يا طلاب حكالي جدي المشتقة الأولى مثلا عند النقطة واحد فاصلة واحد لنفترض هل في داعي أغلب حالي لا على طول بروح بعوض مكان X واحد ومكان Y واحد Y برايم تساوي الآن بسطوا مقام واحد تربيعه واحد زائد واحد في واحد 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 زائد واحد بعطيني اثنين فيه اثنين زائد واي برايم ناقص اثنين ضرب واحد اثنين زائد واحد بعطيني ثلاث ضرب اثنين ضرب واحد اثنين واحد في واي برايم واي برايم زائد مكان واي واحد اثنين زائد واحد بعطيني ثلاث زائد واي برايم ثلاث زائد واي برايم على واحد تربيعه واحد واحد في واحد واحد زائد واحد اثنين تربيعه بعطيني أربعة نكمل الآن أكثر وتساوي هاي بسطو مقام الآن طبعا هنا يعني واي إبرايم نمسح أفضل هنا بكمل واي إبرايم تساوي بسطو مقام اثنين ضرب اثنين أربعة زائد اثنين في واي إبرايم اثنين واي إبرايم وزعت الاثنين على القوس ثلاث في ثلاث تسعة في سالب سالب تسعة ثلاث في موجب ثلاث واي إبرايم موجب ثلاث واي إبرايم في سالب رح تعطيني سالب ثلاث واي إبرايم كل المسألة يا أستاذي على أربعة على واحد ضرب تبادلي بصير عندي أستاذي أربعة واي إبرايم تساوي أربعة ناقص دسعة سالب خمسة موجب اثنين ناقص ثلاث سالب وي إبرايم الآن سالب واي إبرايم بأنقلها لهاي الجهة أربعة واي إبرايم واحد واي إبرايم بعطيني خمسة واي إبرايم يساوي سالب خمسة على خمسة على خمسة ومنه فإنها واي إبرايم سالب واحد الحمد لله تم السؤال مية بالمية نشوف الآن مع بعض أستاذي مثال رقم 16 شو بحكي لنا في مثال 16 وضع السؤال بحكي لي واي تربية إذن الكلام واضح ومفهوم أنه واضح السؤال هنا نوع الاشتقاق عندي ضمني شو نوع الاشتقاق أستاذي؟ نوع الاشتقاق ضمني الآن ببدأ بالاشتقاق وي تربية مشتقتها 2 وي أولى أنه ضمني وي برايم يساوي هي يساوي إكس تكعيب مشتقتها 3 إكس تربية هيك أنا أوجدت المشتقة الأولى ومنه فإنه الآن بدي أطلع وي برايم لحالها بالقسمة على 2 وي بالقسمة على 2 وي إذن بقسم على 2 وي بقسم على 2 وي فبيظل عندي وي برايم تساوي هاي مع هاي بتروح 3 إكس تربية على 2 وي هيك أنا أوجدت المشتقة الأولى وانتهى الحال طب أستاذي لو واضع السؤال كان طالب مني دي تربيع الواي على دي إكس تربية يلا بهمش منروح منوجد مشتقة ثانية يابتشتق اقتران على اقتران يابترجع لمسألتك الأصلية اللي هي قبل القسمة 2 وي وي برايم يساوي 3 إكس تربية إما بشتق هاي ضمني أو بشتق هاي ضمني خلينا يا أستاذ نشتق هاي يلا حاصل ضرب اقترانين الأول 2 وي مشتقة الثاني وي ضبل برايم زائد الثاني وي برايم في مشتقة الأول الأول 2 وي شو مشتقته راح تكون 2 وي برايم هاي الأول في مشتقة ثاني زائد ثاني مشتقة أول يساوي 3 إكس تربية مشتقتها 6 إكس الآن شوف شو بدي أعمل 2Y هي 2Y Y ضبل برايم زائد 2 بتنزل Y برايم في Y برايم بعطيني Y برايم لكل تربية ماذا تساوي يا أستاذي 6 إكس الآن يمنع وجود مشتقة بدلالة مشتقة إذن مكان Y برايم لازم أنزل قيمتها لا وأربعها كمان جاهزين الاثنين بتنزل الواي بتنزل Y ضبل برايم بتنزل زائد الاثنين بتنزل الآن بفتح قوس بدي Y برايم بس تربيعها يلا إذن هذا المقدار كله أنا بدي أربعه للبسطولة المقام الثلاث تربيعه تسعة X تربيع تربيعه X قوة أربعة الاثنين تربيعه أربعة الواي تربيعه Y تربيعه كله يساوي يا أستاذي 6 إكس الآن ومنه فإنه شو رأيكم نقسم المعادلة كلها على اثنين على اثنين على اثنين الستة هاي شو بتصير ثلاث أستاذ شو عملت قسمت المعادلة كلها على اثنين الآن هذا بنقله للطرف الأيمن شو بيصير عندي كمل هنا بيصير عندي Y في Y ضبل برايم يساوي هاي نقلناها بيصير ثلاث X ناقص لما أنقلها شو بيصير تسعة X قوة أربعة على أربعة Y تربيعه الآن بدي أخلص من Y بضرب المسألة كلها يا أستاذي في واحد على Y المسألة كلها في واحد على Y هاي مع هاي بتروح بنزل Y ضبل برايم يساوي ثلاث X في واحد على Y هاي ضربت هاي في هاي ناقص 9X قوة أربعة على أربعة Y تربيع في Y Y تكعيب انتهى الحل وهيك الحمد لله رب العالمين منكون أوجدنا المشتقة الثانية الآن نشوف مع بعض مثال رقم 17 الآن خلينا نشوف مع بعض مثال رقم 17 الآن خلينا نشوف مع بعض مثال رقم 17 بسم الله الرحمن الرحيم مثال رقم 17 بحكي لي إذا كان X تكعيب Y قوة أربعة تساوي ثمانية جد المشتقة الثانية على طول يا شباب بسم الله حاصر ضرب اقترانين الأول كما هو يا أستاذي يعني X تكعيب في مشتقة الثاني الثاني Y قوة أربعة مشتقة يا أستاذي أربعة Y تكعيب ولأنه ضمني في Y براين كلام سليم هاي الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني Y قوة أربعة في مشتقة الأول الأول X تكعيب مشتقته ثلاث X تربيع هاي الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول يساوي الثمانية ثابت مشتقته صفر نرتب أمورنا أفضل بتصير عندي هان أربعة X تكعيب في Y تكعيب Y براين تساوي هاي بدي أنقلها راح تصير سانب ثلاث X تربيع مضروبة في Y قوة 4 الآن يجوز أو بقدر في هاي المسألة أني أختصر الآن لاحظ بإمكاني أقسم هاي المسألة وأقسم هاي المسألة على أربعة X تكعيب Y تكعيب أربعة X تكعيب في Y تكعيب شو بيظل عندي بيظل عندي يا أستاذي Y براين يساوي سالب ثلاث على أربعة بتنزل X تربية على X تكعيب بيظل عندي X بالمقام Y قوة أربعة على Y تكعيب بيظل عندي Y بالبسط هيك أنا أوجدت أستاذي المشتقة الأولى الآن بدي أوجد المشتقة الثانية Y ضبل براين اقتران على اقتران بسط ومقام المقام كما هو أربعة X في مشتقة البسط سالب ثلاث Y مشتقتها سالب ثلاث أولى أنه ضمن Y براين زائد عفوا ناقص المقام في مشتقة البسط ناقص البسط سالب ثلاث Y ضرب مشتقة المقام أربعة X مشتقتها أربعة على المقام تربيع الأربعة تربيعه 16 والX تربيعه X تربيع الآن نرتب أمورنا أفضل نيجي نأخذ المسألة Y Y ضرب براين تساوي بسط ومقام الآن أربعة X في سالب ثلاث بعطيني يا أستاذي سالب نعش هي ضربت الأربعة في سالب ثلاث في X Y بنزل يا أستاذي قيمتها طب شو قيمة Y قيمتها سالب ثلاث Y على أربعة X كلام جميل سالب في سالب يا أستاذي بعطيني موجب هي موجب ثلاث Y في أربعة بعطيني يا أستاذي نعش Y كل المسألة على 16 X قوة تربية كلام جميل الآن بقدر أرتب أكثر Y ضبل براين تساوي بسط ومقام الآن X مع X بتروح السالب 12 على أربعة بعطيني سالب ثلاث في سالب ثلاث موجب 9 Y زائد 12 Y على 16 X تربية وتساوي 9 زائد 12 21 Y على 16 X تربية وما أجمل أن يكون هذا السؤال سؤال إثبات إذا كان X تكعيب في Y قوة 4 يساوي 8 ممكن واضع السؤال يحكي لأثبت أن المشتقة الثانية تساوي 21 Y على 16 X تربية صراحة سؤال في غاية الجمع الآن سؤال رقم 18 نص السؤال جديد علينا لكن مشكلة الطالب لما يبدأ يقرأ بالسؤال بهذا الشكل جد أصفار مشتقة أولى شو يعني أصفار مشتقة أولى طب كيف لا خلينا خطوة خطوة اللي بنفهم ونكتبه بعدين نترجم السؤال واضح السؤال بحكيلي جد أصفار المشتقة الأولى يا عمي كلمة أصفار يا أستاذي أنا مش فاهمها بلاش تغوري في 60 داهية إحنا عنا كلمة فاهمينها المشتقة الأولى خليني أوجد المشتقة الأولى Y تكعيب هي ثلاث Y تربية أولى أنه ضمن Y براين ناقص X تربية مشتقته 2 X يساوي ثلاث Y مشتقته ثلاث ولأنه ضمن Y براين الواي براين بجمعهم في طرف لحالهم سالب 2 X بجيبها هنا وهذا الحد بجيبه في هاي المنطقة فبيصير عندي ثلاث Y تربية مضروبة في Y براين ناقص ثلاث بتنزل مضروبة في Y براين يساوي سالب 2 X لما نقلناها صارت موجب 2 X الآن بلاحظ أنه بقدر أطلع Y براين عامل مشترك وبقسم شو صار عندي هان ثلاث Y تربية ناقص شو عندي هان يا أستاذي ثلاث طب شو بالبسط عندي 2 X هيك انتهى حل السؤال هيك أنا شو أوجدت المشتقة الأولى بده أصفار المشتقة الأولى يعني بده أو عفوا نص السؤال بحكيلي بدل أصفار المشتقة الأولى طبعا أصفار المشتقة الأولى أني أمسك البسط وأساوي بصغر لكن الأصل أني يكون نص السؤال في هذا المثال يحكيلي على سبيل المثال جد قيم Y بصير السؤال أكثر متعة جد قيم Y التي تجعل جد قيم Y التي تجعل المشتقة الأولى غير موجودة جد قيم Y التي تجعل المشتقة الأولى إيش مالها غير موجودة هذا أفضل من النص الأول بالله نرجع نعمل إعادة سريعة للسؤال نرجع نعمل إعادة سريعة للسؤال الآن لاحظ معي هنا على ما أعتقد ثلاث Y برايم راحت مع المسح تمام الآن وضع السؤال بحكيلي إذا كان Y تكعيب ناقص X تربيع يساوي ثلاث Y جد قيم Y التي تجعل المشتقة الأولى غير موجودة أنا لحد اللحظة هاي افهمت كلمة المشتقة الأولى رحت و أوجدت المشتقة الأولى الآن متى تكون المشتقة الأولى غير موجودة عندي كسر تكون المشتقة الأولى غير موجودة عند أصفار المقام بمسك هالمقام وبساوي بالصفر بلاحظ عندي الثلاث عام المشترك بظل وي تربيع ناقص واحد يساوي صفر الآن بقدر أحل الفرق بين مربعين الثلاثة بتنزل وي ناقص واحد في وي زائد واحد يساوي صفر إذن إما أن الثابت يهمل إما أن وي تساوي موجب واحد أو وي تساوي سالب واحد إذن ما هي مجموعة قيم وي التي تجعل المشتقة الأولى غير موجودة موجب سالب واحد سؤال 19 وبصراحة طلابنا وهو من الأسئلة الجدا جدا هامة وبحكيه لأثبت أن المشتقة تساوي واحد أستاذي كلمة أثبت أنه إمثالي إياها الآن خلينا نوجد المشتقة الأولى واشتغل فيها وتعب عليها عشان تصير واحد نشوف مع بعض عندي جذر جذر أستاذي وهانا عندي ثابت بروح بربع الطرفين منخلع هان تربية وهان كمان يا أستاذي تربية يلا الأول تربية بطير الجذر بتنزل المسألة اثنين اكس على واي زائد اثنين الأول ضرب الثاني بحطه انتحت جذر واحد يجوز لأنه الجذور توزع على الضرب فبيصير اثنين اكس ضرب اثنين واي على اكس مضروبة في واي تمام إذن شو عملت أستاذي الأول تربيع طار الجذر اثنين الأول ضرب الثاني حطيتهم جوه جذر واحد زائد الثاني تربيع بطير الجذر فبتنزل اثنين واي يا أستاذي على اكس جذر الثمانية تربيعه ثمانية اثنين اكس على واي بتنزل زائد اثنين اكس في اثنين هي اكس مع اكس اكس بتروح واي مع واي بتروح اثنين ضرب اثنين اربعة جذر الاربعة اثنين ضرب اثنين بعطيني اربعة زائد اثنين واي على اكس يساوي ثمانية هاي الموجب اربعة بدي اخلص منها سالب اربعة سالب اربعة شو صار سؤالي صار سؤالي اثنين اكس على واي هاي مع هاي بتروح زائد اثنين واي على X يا أستاذي ثمانية ناقص أربعة أربعة إذن لحد اللحظة هاي أنا ما اشتقيت أنا فقط ربعت الطرفين الآن عندي X عندي Y بروح بوحد مقامات 2X في X بعطيني 2X تربية زائد 2Y هاي ضربت هاي بهاي 2Y في Y بعطيني 2Y تربية على X في Y بعطيني XY كله يساوي أربعة بقدر أبسط أكثر كيف بقدر أسحب لاثنين يا أستاذي عام المشترك يلا نسحب فبتصير لاثنين عام المشترك شو بصير عندي X تربية زائد Y تربية كل المسألة على X في Y تساوي أربعة بالقسمة على اثنين بالقسمة على اثنين شوف شو بصير معنا هاي مع هاي بتروح X تربية زائد Y تربية على X في Y يا أستاذي أربعة تقسيم اثنين اثنين على واحد بضرب ضرب بضرب تبادلي أشطق ضرب أسهل مما أشطق بسمه فبصير عنا X تربية زائد Y تربية يساوي ثنين مضروبة X في Y الآن بدي أروح أشطق X تربية مشتقتها اثنين X زائد Y تربية مشتقتها اثنين Y ولأنه ضمن D Y على D وفي X ازهقنا إلنا ساعة Y يساوي حاصل ضرب اقترانين الأول اثنين X مشتقت الثاني D Y على D X زائد الثاني Y في مشتقت الأول مشتقت الأول اثنين DY DY بدي أجمعهن مع بعض هات هاي هان فبصير والاثنين X هاي رحلها هناك شو بيصير بيصير عندي هان اثنين Y D الواي على D أوف الـ X ناقص اثنين X D الواي على D لل X يساوي موجب اثنين Y هاي بدي أنقلها سالب اثنين X بقدر أسحب الآن D الواي على D الـ X عامل مشترك بسطو مقام شو بيظل عندي في هاي بيظل عندي هان ثنين Y ناقص شو بيظل هان يا أستاذي ثنين X شو عندي هان أستاذي ثنين Y ناقص ثنين X إذن D الواي على D وفي X يساوي ثنين Y ناقص ثنين X على ثنين Y ناقص ثنين X أي مقدار على نفسه يساوي واحد وهو المطلوب لاحظ المثال الأخير مثال كثير ممتاز صراحة وبننا ندير بالنا عليه ونركز عليه يا أستاذي هذا المثال بصراحة بطريقة قوية الآن طلابي موضوع الاشتقاق الضمني الحمد لله الآن بقدر أحكي لكم أنه إحنا بخير وسلام في موضوع الاشتقاق الضمني ما ظل علينا لا أي شاردة ولا أي واردة ولا أي فكرة جديدة ممكن تخترق معلوماتنا المطلوب منك أستاذي ندرس هذا الموضوع بكل اهتمام بكل تركيز بإذن الله بتكون أمورنا مية بالمية أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم ويا فوز المستغفرين وأنت يا أخي أقم الصلاة الله يعطيكم العافية ودمتم سالمين والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة